أهلا أحبائي أنا بتكلم عن أعظم محبة ولسيما العالم بيحتفل في عيد الحب في هذه الأيام كلمت إنه محبة الله هي محبة أزلية والكلمة الثانية اللي عاوزة تكلم عنها إنه محبة الله اختبارية أنا لازم أختبر هذه المحبة هذه المحبة تغير الإنسان انظر أية محبة أعطانا الآب يعني هي عطية الآب حتى ندعى لازم أخبرها وعلى فكرة اللي كتب هذه الرسالة الرسولة يحنى وأبناء زبدي يحنى ويعقوب بسموهم أبناء الرعد وأنا رح أعطي ثلاث أمثلة عن اختبار المحبة المثل الأول عن يحنى ويعقوب يحنى كان من الجليل طبعا كان ثورجي كان ناري يعني بهمه الوطن وبهمه الكرامة وكل الأشياء كانوا ماشيين بطريق يعني إحدى طرق أو إحدى قرى السامريين وكان بدي يفوتوا على البلد ورفضوا يعطوا الفيزا ليسوع المسيح استشاط غضب يحنى ويعقوب قالوا يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء كما فعل إليا طبعا بالعاد القديم وخليها تحرق هؤلاء الزنادقة والجاحدين والكافرين اللي رفضوك ستوب قال لن يسوع لستما تعلمان من أي روح أنتما هذه ليست روح المسيح ولا طبيعة المسيح ولا محبة المسيح ومرة تانية كان يعني إم يحنى بدها يعقوب ويحنى يجلس كل واحد على يمينه يصار يسوع يعني كان فيه نوع من الأنانية لما اختبروا يسوع وامتلأوا من الروح القدس اتحرروا من الأنانية وتحرروا من التعصب الديني والتعصب السياسي وتحرروا من الحقد والكراهية والعنصرية وامتلأوا بمحبة المسيح فالرسول يحنى صار اسمه رسول المحبة